اشتركوا في القناة وشرح فيه الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق عجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما خليفة الله في الأراضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم لأيوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتهم محكمات منه آياتهم محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الحديث يدور بإذن الله تعالى حول ظوابط التأويل ذكرنا أن من الظوابط شهادة العقل الصريح ومن الظوابط دلالة النقل الصحيح ومن الظوابط الرجوع إلى الراسخين في العلم وأما الظوابط الأخرى وهي مبحث اليوم بإذن الله تعالى فهناك مجموعة من الظوابط ذكرها مجموعة من المفتدين والسرين والعلماء والمحققين نذكرها مع بعض التطوير أو التغيير أو الإضافة من ضوابط التأويل أن لا يتخالف الظاهر مع الباطن فإذا تخالف أي تناقض أو تباد أو باين الباطن المستخرج الظاهر فليس بصحيح ولا هو بالجائز لا هو صحيح أي ليس بالمصيب وليس بالمطابق للواقع ولا هو بالجائز أن يستحق فاعله الإثم والعقاب أن يستحق فاعله العقاب لكونه مأثوما إذن هذا ظابط من الظوابط أن لا يتخالف الظاهر مع الباطن وأن لا ينقض الظاهر الباطن إذ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فالظواهر إذن حجة بلا شك هذا الباطن عليها أن لا يخالف الظاهر الذي هو حجة مسلمة بلا شك فهذا هو الظابط الأول في حديث اليوم الظابط الثاني أن تكون هنالك مناسبة قريبة لا تكفي صرف المناسبة بل أن تكون هنالك مناسبة قريبة بين الظاهر وبين الباطن المدعى السبر أو الوارح فهذا هو الظابط الثاني أن تكون هنالك مناسبة قريبة الظابط الثالث أن يتناغم هذا البطن المستخرج مع المنظومة القيمية الأخلاقية الفكرية العقدية الأحكامية للقرآن الكريم وللمستفاد من الشريعة الغراء فإذا لم يتناغم ذلك البطن المدعى أنه بطن مع المنظومة بها أكملها فلا حجية تفيح الظابط الرابع وستأتي الأمثلة إن شاء الله الظابط الرابع أن تكون هنالك قرينة عرفية أو عقلية قطعية على ذلك الباطن ولا يكفي أن يكون هنالك مجرد استحسان أو مجرد ذوق أو مجرد تطابق أو مجرد مؤيدات أو قبل ذلك مجرد إشعار لا نحتاج إلى دليل على أن هذا الظاهر أخذ جسرا لذلك الباطن أو أن الانتقال منه إليه يجري على حسب الظوابط العامة الدينية توضيح هذه الظوابط الظوابط الأول قلنا بأن هناك الظوابط تحكم عملية التأويل الظوابط الأول أن لا يتخالف الظاهر مع الباطن بمعنى هذا أخف من الظوابط الثاني وقبله رتبة بمعنى أن تكون هناك نوع من المناسبة الشرط الثاني أن تكون المناسبة قريبة لا يكفي صرف أن تكون هناك نوع من المناسبة فهذا هو الوجه الإيجابي وذلك هو الوجه السلبي أن لا يكون هناك تخالف بل أن تكون هناك مناسبة ما بين الطرفين نذكر لذلك مثالين أحد المثالين من تفسير البرهان والثاني من تفاصير بعض الصوفية أما في تفسير البرهان في مقدمته المفصلة التي هي من المقدمات التي تستوعب مجلدا كاملا وهي في حد ذاتها تشكل فتكتاب مرجعي مهم مع قطع النظر عن اختلافنا معه في بعض تأويلاته يبدو أنه لم يقم بدراسة متكاملة للضوابط التي ينبغي أن يكون عليها التأويل فكانت بعض تأويلاته على مقتضى القاعدة لكن بعض تأويلات الأخرى كانت على غير مقتضى القاعدة خالفت القاعدة الأولى وهي قاعدة مسلمة مثلا في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الباطن ينبغي أن لا يكون مخالفا لهذا الظاهر من جهة من جهة ثانية ينبغي أن يكون له بعض التناسب ولا يكون على خلاف ما يستظهر من الآية الشريفة بشكل واضح يقول الصيد هو الحيوان الممتنع هذا تعريف للصيد ولم يكن له مالك إلا مالك ببيته وليس يتبه ببيته الناس الصيد فالشي يقول صد أو المجاز مو صحيح هو الحيوان الممتنع وإلا غير الممتنع ما يسم صيد ولم يكن له مالك قبله ولم يكو حراما أيضا هذا قيد الشرعي يعني موت صيد الصيد اللي لا يجوز صيد كالخنزير مثلا لأنه ليست له فائدة محللة مقصودة مثلا ولعله مأخوضا مقصود هذا الأخير في عرف أهل الشرع هذا ولعله يمكن تأويله والله يعلم بس صرف أن يقول الإنسان والله يعلم لا يسوي للإنسان أن يؤول ولعله يمكن تأويله والله يعلم بحسب تناسب المعنى العرفي وورود تأويل أشباهه من المنافع والمكاسب فيستخدم السياق لكن أسوأ أنواع السياق السياق القرآن ليس بحج كما هو المعروف لأن الآية يكون أولها في شيء آخرها في شيء وهو كلام متصد يتصرف على وجوه فكيف بأنه القرآن في مكان استعمل مفرد في معنى مجازي لقرينة فنقول هذه المفردة الثانية تفيد نفس ذاك المعنى المجازي رغم عدم وجود القرين هذا ما أحد قبله يقول ولعله يمكن تأويله والله يعلم بحسب تناسب المعنى العرفي وورود تأويل أشباهه من المنافع والمقاسب نؤول شنو بالمنافع والنعم المعنوية كالعلوم يعني الصيد يعني العلوم الصيد هو صيد الفوائد فهو هناك الصيد الفوائد صحيح بس الآية ما تقبل التأويل بأي وجه من الوجود فما سيظهر كالعلوم وامثالها أو المنافع التي اعتبرها الله وأحلها لأوليائه فهذا التأويل الأول أن الصيد يعني المنافع خش ربط بالآية الشريفة تقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية تكلم عن الحاج وعن قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا بقية الآية الشريفة ومن عاد فينتقم الله منه يقول كالعلوم وامثالها أو المنافع التي اعتبرها الله وأحلها لأوليائه الكلام كله في التحريم وفي التحليل في الصيد وربما أمكن تأويله أيضا المتناسب لا يتناسب أصلا كونه بالنسبة إلى الوحوش هداية أصناف المخالفين بل بقتلهم أيضا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم شلون واحد يفسر به هداية المخالفين سالصيد في حد ذاته في مكان واحد يسمي يكني به عن هداية الناس ما يخالف بس الآية الشريفة لا يمكن لا يتناغم هذا التأويل وهذا الباطن مع ظاهر الآية بل لعله نسه لاحظوا الآية الشريفة وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم شلون هذا يطبق على الفوائد والمنافع والعلوم تناله أيديكم ورماحكم إلا هذا من يوجه يقول رماحكم يعني الرماح المعنوية الرماح الفكرية فيصير فتشي يعني شوية كلش خلاف الذوق فارضا هذا واحد قابل له البقية يقول يا أيها الذين آمنوا الآية اللاحقة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والشربط بأنه قتل المخالف يجوز لأنه هو يقول لعله يفسر بقتلهم أيضا يعني كلام أصلا ما على ربط بالمرة فارضا له اجتهاد الفقهي أن المخالف يجوز قتله الناصبي أو مطلق غير دهول والشربط بالآية الشريفة يعني أصلا تفسير بالرأي من النوع الغريب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم بعد ذلك يقول ومن عاد فينتقم الله منه إذن نقول الضابط المكرر عبارته وربما أمكن تأويله أيضا المتناسب ومتناسب بالمرة مع ظاهر الآية كونه بالنسبة إلى الوحوش هداية أصناف المخالفين بل بقتلهم أيضا ففهم ونفهم أن هذا خلاف الظاهر قطعا فشلون أصلا واحد يطرح كاحتمال وإذا هذا الباب فتاح بعد لا يصغر حجر على حجر فكل شيء ولذان أعتقد بأنه بين قوسين تفسير البرهان رغم أهميته كتفسيره ولكن مقدمته فيها كثير أنا شوية تبعت مقدمته فيها كثير من أنواع التأويل اللي ليست عليه شواهد من الروايات قطعا لأنه هو متبع الشواهد من الروايات إذا الرواية تقول نقبل لأنه نزل الوحي في بيوتهم إذا العقل الصريح يقول نقبل أما الإنسان هكذا يشتهد هذا لا يستغر حجر على حجر ولذا يفتح الباب للصوفي هذا النوع من التفسير أنه يفسر القرآن الكريم ويؤوله على حسب ما يرى فهذا مثال من البرهان وهو تفسير شيعي والتفسير في حذاته كما قلت قيم جدا لكن المقدمة تعاني من بعض الإشكال المثال الثاني من تفاسير بعض الصوفية حيث فسروا الثعبان بثعبان النفس الآية الشريفة تقول فألقى عصاه فإذا هي ثعبان المبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فألقى عصاه والآية كل واضحة السياق كل واضح من البداية للنهاية الجو كل واضح الإعجاز كل واضح الكل يفهم لكن هذا مو ملتزم يقول أنا التأويل على حسب ما أشوف معنى جميل ومعنى جميل في حد ذاته بس شنون تأول الآية به هذا الكلام مو كل معنى جميل أو كل معنى صحيح يمكن ربطه بكل لفظ هل يمكن أن مثلا الاجتماع النقضين محال واحد يربطه بكلمة أفرضه بسم الله الرحمن الرحيم هذا معنى صحيح ذلك له دلالات كثيرة بس ما يصد تربط كل شي بكل شي فيقول العصى شنو معناها يقول العصى هي الثعبان خل نقرأ بعض عبارته هذا الصوفي في غرائب القرآن المطبوع في حاشية تفسير الطبري يقول المقصود من الثعبان في هذه القصة هو ثعبان النفس خجاية حد محرعون وألقى ثعبان وخوى في السحرة عصى النفس ألقى شهواته أهواءه كاملا وراء ظهره ففرعون خاف منه والسحرة ألقوا ساجدين فألقي السحرة ساجدين ليش لنشاف هاي المعجز شنو المعجز أنه هو في كمونه أنكر لذاته وأنكر شهوات نفسه يعني كلام يخالف الظاهرة بالمرة قالوا هذا المفسر قال فالمقصود لنظام الدين أن يشعب فالمقصود من الثعبان في هذه القصة هو ثعبان النفس وشنو القرينة فالقرينة مضحكة مبكية لأنه أضاف العصى إلى نفسه في قولي في آية أخرى يعني هي عصاي وفي آية أخرى فرضا لولمراد فرضا لولمراد من العصى المعنى المجازي بقرينة ما فهل كل لفظ استخدمه يعني إذا في مكان قلت رأيت أسدا يرمي فأريد من الأسد رجل الشجاع بقناة يرمي فأنا كل مكان استخدمت أسد ولو بدون قرينة يراد به الرجل الشجاع هذا أولا ثانيا هناك عندما قال هي عصا هي عصا أتوكى عليها وأهش بها على غنمي هناك أيضا هناك مورد كلام قال هي عصا أتوكى عليها فهو يقول يعني عصا النفس أتوكى عليها هذا مضحك شوية قال هي عصا أتوكى عليها وأهش بها على غنمي شنون عصا النفس يهش بها على غنمه قال وما تلك بيمينك يا موسى فهو يقول يعني النفس في يمين الإنسان فكلفة كلام يعني ربط غير مربوط فهو نفس المشبه به غلط فكيف بالمشبه ثم فرضا قلنا هناك بقرينة هي عصاية فالنفس هذه هي عصا يعني ليست الإضافة منحصرة هي عصاية يقول النفس هو من سبيل الإنسان فالعصا أيضا من سبيل الإنسان فأي تقرينية في الأعم على الأخص فالمقصود بنات ثعبان في هذه القصة هو ثعبان النفس لأنه أضاف العصا إلى نفسه يعني يا ريت كان يقول لأنه صار لي كشفه شهود حتى من قرين كذبه يستدل بدليلا عرفي بعض فعليه هذا الدليل مو له لأنه أضاف العصا إلى نفسه في قوله هي عصاية ويعلم منح أن كل شيء أضفته إلى نفسك وجعلته محل حاجاتك فأنه ثعبان يبتلعك في مكان الله قال هي عصاية يعني موسى الله ينقل عنه فارضا لو قصد بأن وهي عصاية عن نفسه يا ثعبان فيقول في كل مكان أضفت كل شيء إليك وهذا مقصود هو الثعبان هذا القرآن هذا القرآن قرآني يعني ثعبان يصير هذا البيت بيتي عن ثعباني هذا النبي نبي رسولي عن ثعباني كلام أصلا لا يصدقه حتى المبتدئ ويعلم منح هو الاستعمال فعا من الحقيقة في مورد واحد ما استعمل بهذا المعنى يقول يعلم منح وهذا مفسر معروف يعني ويعلم من أن كل شيء أضفته إلى نفسك وجعلته محل حاجاتك فإنه ثعبان يبتلع ولذلك قال له ألقها يوموس هذا معا من المدار ألق العصى يستخدم الأعام كذلك على الأخص هذا من أسوأ أنواع المغالطة ولذلك قال له ألقها يوموس أي ألقي عصى النفس إلى آخر كلامه إذن نحن نقول الضابط الأول نحن ما عندنا فلق في هذا الضابط أنه عالم شيء قد يقول شيئا أو عالم مخالف قد يقول شيئا نحن نمشي وراء الضابط وأريد نشوف لا يكون شيء من التفسير بالرأي فالصيد واحد يفسر بالمخالفين في الآية الشريفة تفسير بالرأي أو تأويل بالرأي يفسر الصيد بالعلوم في الآية الشريفة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يعني لا تقتلوا العلوم وأنتم حرم كل هذا شيء غريب يعني فلا يصح ذلك بأي وجه من الوجه فهذا هو الضابط الأول أن لا يتخالف الباطن يعني الباطن المدعى الباطن التأويل مع الظاهر الضابط الثاني لا يكفي صرف عدم التخالف ولا يكفي مجرد أن تكون هناك نوع نوع مناسبة لازم المناسبة أيضا تكون قريبة الظاهر وضع يعني الظواهر كلها الألفاظ وضعت لما وضعت له للموضوع له فأنت تريد من هذا اللافظ الموضوع المعنى تستكشف هذا معنى باطني لم يوضع له اللافظ فلازم يكون قريبة عليه لازم يكون هناك تناسب قريب في هذا ضابط الثاني فإذا لم يكن هناك ضابط قريب فلا وجه له هنا ننتقل أيضا للبرهان أنا استغربت منه عندما راجعت أنصافا بعد الفجه الجبار في استقراء مفردات القرآن المجلد كامل ملأ به هذه المفردات أنه من كل فج عميق فج يعني شنو تأويله فكل موارد التأويل متبعها وقد أجاد في تسعين بالمئة ثمانين بالمئة إنما الكلام في تلك الموارد التي شط فيها عن الظاهر مثلا في قوله تعالى الفرج والحافظين فروجهم والحافظات أو والتي أحسنت فرجها والمعنى واضح والحافظين فروجهم يبتعدون عن الزنة وعن أي معصية تبطعون بالفرج والحافظين فروجهم والحافظات والتي أحسنت فرجها فنثخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين زن التأويل لازم يكون ذوق على الأقلبي روايخ ما أكوها الحمد لله في المقام شوية ذوق خليكون شوية مناسبة قريبة والحافظين فروجهم والحافظة ايشتون يفسرها يقول بأنه الفارج نفسره يقول الفارج بسكون الراء مفردا وجمعا وهو معروف وقد مر في الأذن أو في الإذن كلاهما ممكن ما يدل على أن الله تعالى هذا أيضا قياس مكان على مكان آخر من غير وجه جمعا فارضا لفظة في مكان أفادت معنا بقرينة فأي ربط لذلك بلفظة أخرى السلطيف هذا كل شيء غريب الإذن أو الأذن نفسره بمعنى يقول إذن الفارج نفسره بذاك المعنى لأن هناك أخو قرينة ما يدل على أن الله تعالى فرض الإيمان على جميع جوارح الإنسان لا شك فيه كل جوارح الإنسان عليها الإيمان يعني نوع قسط من الإيمان يرتب اللسان الإقرار النظر أفرضه أن نظر إلى وجه العالم عبادة إلى الكعبة عبادة هذه مراتب الإيمان وما أشبه توضيحا لكلامه السمع أن يسمع لا يسمع الغيبة وما أشبه ذلك بل يسمع لقراءة القرآن وغير ذلك ما يدل على أن الله تعالى فرض الإيمان على جميع جوارح الإنسان ولا يخفى أن منها الفرج ما هو عصمة الفرج وتحصينه يحصينه من الزنا وأشباهه فعلى هذا ربما أمكن لا يمكن على هذا ربما في مكان قيل شيء يقال في مكان آخر شيء آخر فعلى هذا ربما أمكن تأويل تحصينه وحفظه ونحو ذلك بقبول الولاية ما هو هذا الكلام والحافظين فرجون يعني الحافظين ولاية أمير المؤمنين عليه السلام قبيح هذا التأويل هذا ما نحجي من عالم جليل كبير أو مثلا والتي أحسنت فرجها أحسنت فرجها يعني حفظت ولاية علي بن أبي طالب وعلى الله ما هو هذا الكلام يقال أصلا والتناسب قريب أو والتناسب كل في مكان آخر هو كلام أما هاي الآية يتفسر في هاي الطريقة تأولها من كلام يعني لا وجه له بس هو الرجل العالم الفاضل ذهنا مستغرق بالتأويلات المختلفة فمعتبر نفسه مشتهد أرضا سخونة في العلم يؤولون يؤولون بس أنا منه حتى أول من كيفي على خلاف ظاهر الآية ما هو التناسب أصلا بالمرة يقول فعلى هذا ربما أمكن تأويل تحصينه وحفظه ونحو ذلك في الآيات المختلفة يعني بقبول الولاية وترك إبرازه واستعماله فيما لم يرضى الله له به وما نهى عنه وما نهى عنه من الزنا واللواط وما أشبه ومن الولاية ومن إنكار الولاية هذا يعني ما يكون تناسب ما يكون سنخية ما يكون ذوق وما نهى الله عنه من التمسك مع التمسك بالولاية ولهذا بيناه في الجلود أن شهادتها أيضا يربط شيء بشيء بالجلود قلنا شهادتها هي كذا أشربت هذا مع تفسير الفرج في المقام الأذن أو الإذن معنات الشيء وطاعته شيء الجلد شهادته شيء أنه تشهد جلودهم عليهم أشربت هذا التفسير هذه المفردة في هذه الآية الشريفة بيناه في الجلود أن شهادتها على صاحبها لأجل ترك الولاية وما يخالف فرضا هناك أقول رواية له وجه له ذوق أن الجلود تشهد على الإنسان لأنه ترك ولاية أمير المنين عليه السلام له وجه بس الفرج نفسر بذلك لأن الجلود فسرت في بعض المواضع بالفروج وإذا فسرت في بعض المواضع بالفروج ومجاز نفق قرينته كيف تستخدم هذا المجاز هنا بدون قرينة وبدون ذوق بعدين استشد اللطيف تفسير القمي عليه تفسير القمي أكو احتمال أن يكون رواية يعني بعض كلماته يقول شوف تفسير القمي وتفسير القمي عليه ثم في تفسير القمي معنى قوله تعالى في سورة الأنبياء والتي أحسنت فرجها أن أحدا لم ينظر إليها يعني كانت عندما تستحم مثلا متستر يعني سابقا ما كانت حمامات بالبيوت فالمرأة وين تستحم بالصحراء مثلا فهي عرض في أن تنكشف يعني لكن هي يعني مريم عليه السلام كانت تحتاط وأشد الاحتياط يعني تروح بقان كلش كلش بعيد تتقطع بأنه لا أحد ولو من مسابة عشر كيلومترات فمثل فهذا معناه معقول يعني تفسير القمي يعني تفسير القمي يعني ربط بكلامك بل عهو عليك وليس لك وفي تفسير القمي في معنى قوله تعالى في سورة الأنبياء والتي أحسنت فرجها أن أحدان لم ينظر إليها طبعا ذاك المعنى وأي ربط له بالولاية والإنكار وما أشبح فإذن هذا هو المطلب الثاني إذن الضابط الأول أن لا يكون هناك تخالف بين الظاهر والباطن الضابط الثاني أن تكون هناك مناسبة قريبة ومجرد مناسبة بين الظاهر والباطن الضابط الثالث أن ينسجم هذا التأويل أو الباطن مع المنظومة القرآنية المنظومة القيمية المنظومة الأحكامية المنظومة الروائية أيضا لا يتخالف معها هذا هو ضابط ثالث نذكر له أيضا مثالا لطيفا لاحظوا ظل بعض الحداثويين من هذا الطرف لأن الحداثويون على أقسام فجايين أولين القرآن بدون لحظة هذا الضابط مع قطع النظر عن الإشكالات الأخرى على كلامهم يقول عندنا مثلا يقول عندنا مصطلح في القرآن الكريم الدنيا والآخر بعد هذا مصطلح ملأ أرجاء القرآن الكريم الصح التابير وامتلأت به الروايات الدنيا والآخر فالدنيا واضح من الحياة الدنيا الآخر وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فهذا باب التأويل فاتحة بعد بدون ضوابط يقول المراد من الدار على الآخرة الدار العليا شنو المراد بالدار العليا؟ الاشتراكية الاشتراكية هي أرقى درجات النظام الإنساني والمراد من الدنيا يعني الرأس مالية إذا أحنا نفتح باب التأويل هذا يصير معناتنا وهذا يفسر فإن مرى الفرج بهذا المعنى هذا يفسر الدنيا والآخر بذاك المعنى يقول الدنيا هي الرأس مالية لأنها انحطاط وتخلف وتدهور وفساد وجشع وطمع وانتهازية ومكيافيلية وغير ذلك وفي المقابل الاشتراكية هي الجنة فإذن كل ما ورد في القرآن الكريم هذه كلمات متعددة من أقبابهم يعني المفسرين يعتبروهم كل شيء من الدرجة المهمة جدا عندهم يفسر الدنيا كل ما ورد من الدنيا بالرأس مالية كل ما عد الطرف الآخر لأنه مسدك العكس لا تم يعكس بعد يقول بأنه الدنيا يعني الاشتراكية شفتوا شلون دمرت الاتحاد السوفيتي وما أشبه ذلك والآخر يعني الرأس مالية لأنه شفتوا اليابان كيف تطوره يعني صير القرآن والعياذ بالله أداة يستخدمها كل إنسان في كل باطل له أو ما يدعي أنه الحق إذن من الضوابط أن ينسجم هذا التفسير أو هذا التأويل مع المنظومة القرآنية المجموع من حيث المجموع ومعاقة النظر عن كل مفردة مفردة المجموع عندما نقرأ القرآن الكريم بوضوح يظهر لنا ولكل شخص حتى لو جاي من المريخ يشوف الدنيا يعني هاي حياة الدنيا الآخرة يعني الآخرة يعني ما بعد الموت وليس أن الدنيا يعني اشتراكية أو رأس مالية أو مثلا أفرضه كذا ذلك يفسر بالرجعيين الدنيا يعني الرجعيين الأخرى يعني شنو يعني الحداثويين يعني ذلك المتطورين يعني ذلك الهرمنيوطيقيين وغير ذلك مثال آخر من الأمثلة الأمثلة كل شيء كثيرة في هذا الحقل مثلا يقول بأنه الذين يؤمنون بالغيب هذا أيضا تفسير آخر الذين يؤمنون بالغيب يعني شنو الذين يؤمنون بالغيب مو تتصور يعني غيب بالفعل أكو وأكو شهود وأكو غيب وإنما المراد من الغيب يعني المراحل الأولية لنضج ثورة التوحيدية هذا الغيب لما تشوفه أنت المراحل الأولية لنضج ثورة التوحيدية وزمن حصول التحولات الكمية لأنهما يقولون يصير تحولات كمية في عملية التغيير الاجتماعي والثورة الاجتماعية إلى أن تصل النقطة يتحول الكم فيها إلى كيف فندخل في عالم جديد فالكم يولد الكيف فهنا هذه المراحل الأولية السابقة هذا الباب كما قلنا إذا فتح لا يستغر حجر على حجر إذن الضابط الثالث هو أن يتناغم هذا التأويل مع المنظومة القرآنية القيمية والمعرفية والعقدية والأحكامية وغير ذلك مما سبق الضابط الرابع أن تكون هناك قراء تتجاوز مرحلة الإشعار ومرحلة التأييد إلى مرحلة أن تكون قرينة عرفة تكون دليل فإذا كان على هذا الباطن قرينة ما يخالف نقبل وإلا لا نقبل أيضا مثلا يقول في قوله تعالى وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا الآية الشريفة عن الجنة تتحدث وتتحدث عن أكواب موضوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة الآية كلها واضحة تتكلم تتكلم عن نعيم الجنة من جنة الأكواب من جنة الفاكهة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار ماذا يفسر الفرش المرفوعة بأول يقول الفرش المرفوعة المراد بها حكم الأئمة وفوائد كلماتهم إذا هذا ورد كما قلنا في روايتهم ما يخالف يعني معنى الممكن أن الله سبحانه وتعالى يريد بلفظ غير معناه الظاهر ويكني لكن هذه الكناية معرفية بالمرة وكل جو الآية يشهد بالخلاف فواحد من نفسه يتبرع بمعنى باطن تفسير بالرأي بلا كلام لاحظوا عبارته يقول وفرش مرفوعة وسيأتي هناك التفسير بالجور وبغيرها وقد بينا في الوجه الرابع من الفصل الثالث من المقالة الأولى من المقدمة الأولى اللي أنا راجعتها هناك يجب أن ما أكبر شي يغني ويسمن إطلاقا احتمال ما يقولش احتمال ما يمكن واحد يحتمل حتى احتمال ما أكبر أصلا ولا واحد يحتمل كل لفظ بعدين كتبه في كتابه كل لفظ يدل على كل معنى نقول نحتمل أن الدنيا المراد بها الاشتراكية والآخر المراد بها الرأسمالية أو نعكس ما يكون مجال للاحتمال أصلا يعني الاحتمال ما يصير مبرر أصلا ما لاحق واحد يحتمل احتمالا على خلاف الظاهر يريد به باطنا وليس بالعرفي بالمرة وليس بحث حقل يخوه بحث ظواهر ألفاظ بحث خطر تفسير القرآن بالرأي فالاحتمال أيضا خطأ واحد يقول لا يحتمل ذكرنا احتمال تأويلها بما يتلذذ به المؤمن في الدنيا من حكم الأئمة وآدابهم ونحو ذلك ويؤيده ما سيأتي في اللباس أي تأييد فارضلوا اللباس فتسر بلباس العلم وأنت تفسر الفرش المرفوعة يعني حكم الأئمة كما قلنا مرة ثانية أكرر أنه لو اللفظ له معنى مجازي فاستخدم نفسه اللفظ المعنى المجازي بقرينة فإنه لا يكون قرينة على أن هذا اللفظ إذا استعمل في موطن آخر بدون تلك القرينة يراد به المعنى المجازي فكيف إذا قلنا لفظان مختلفان يعني اللباس أريد به معنى مجازي فنقول الفرش هم يراد به نفس داخل معنى المجازي فالمضافة ليس صار قرينة على أن المراد اللباس لباس التقوى بس إذا الله استخدم اللباس في مثال آخر نقول بدون هذه القرينة نقول أيضا مراد به اللباس التقوى قد يكون مراد به لباس العلم قد يكون مراد به هذه الملابس كما هو المعنى الظاهر فكيف بالفرش إذا قال فرش العلم مرفوعة فرش الحكم مرفوعة ما يخالف ما قويك شيء يعني فهذا المؤولين وقعوا في هذا الخطأ أنه اللافظ أكرر أنه اللافظ له معنى حقيقي استخدم في معنى مجازي بقرينة أخرى فاللافظ آخر ما آخر مضاين له تماما يقول إذن مراد به المعنى المجازي أيضا بلا قرينة فهذا إذن هو الضابط الرابع الضابط الخامس لا يكفي هذا الضابط مهم وقع فيه الكثيرون حتى المتأخرين أشوفهم كثير في كتبهم موجود هذا الضابط الخامس لا يكفي صرف التطابق يعني لو فرض أن آية شريفة تطابقت بحروف الأبجد مع معنى هذا ما يصد بعد قاعدة عامة أنه كل آية قرآنية كريما فسرب حروف الأبجد هل وردت الرواية على النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن كل كلمات كل آية تفسرها بحروف الأبجد لو كان يقول على الرسول العلم كل كلمة فسرب حروف الأبجد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد بقوله والله أحد حروف الأبجد يعني ما يعني حروف الأبجد فسرها بحروف الأبجد ثم حروف الأبجد نطبقها على جملة ثانية فنقول هذا هو ذاك هذا رواية أقول نقبل مثلا فالتفاسير مهمة أن نقول منها مو كلامنا في الإتقان موجودة للإعلان أن نقوله فالإتقان في علوم القرآن هناك يقول بأنه إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه شنو نأولها نأولها بزلزال عام 702 عام 702 صار زلزال يعني بعدين علمنا نحن متأخرين يعني الإتقان متأخر فبحروف الأبجد نشوف إذا زلزلت الأرض زلزالها يطابق عام 702 إذن الله يقصد من إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني عام 702 تفسير بالرأي قبيح تفسير بالرأي صراطه علي حق أن نمسكوه لو جمعنا الحروف الكذائية إذا ورد دليل خاص تقبل أما الصرف أنه في مورد مورد من أبشع وعلى استقراء الناقص في مورد مورد ثلاثة مورد تبين بأن هذه الجملة تساوي بحروف الأبجد كذا فحروف الأبجد تطابق جملة أخرى فهذه الجملة يراد منها تلك الجملة الأخرى إذن هذه ضوابط خمس بإيجاز عندنا ضوابط أخرى ستأتي إن شاء الله وبعض هالكلام له ملحقات في ضوابط التأويل فإذا وضعنا هذا الضوابط في بالنا المهم يرجى أن الإنسان لا يقع فيه أخطاء فادحة كما تقع فيها بعض الصوفية أو بعض علماء الشعوة ومن أشبح لكن نأتي إلى بحث آخر البحث الآخر فماذا تقولون عن التفكر في القرآن هذا إشقال أعلان لازم نحلل لأن هذا مبتلى به أيضا في حدود وطالعات ناقصة أقول ناقصة ما عند استقراءاتهم لم أجد من حلل هذه الآيات الشريفة لأن هي تصير مستمسك للطرف الآخر الآيات التي تدعو للتفكر كثيرة للتفكر في القرآن الكريم الآيات التي تدعو للتدبر كثيرة فنحن نفكر في القرآن الكريم ونستبطن ونسبر أغوار الباطن نحن نتدبر في القرآن الكريم نشوف العواقب نشوف البداية وما أشبه ذلك إذن هاتاني شبهتان في المقام أنه نحن نتدبر أنا عندما أجيت قلت إذا أرض زلزالها تطابق بحروف الأبجد زلزال عام سبعمائة واثنيا وهذا نوع من التدبر في القرآن الكريم نوع من التفكر في القرآن الكريم فلما تمنعوني منه؟ وقد حرض القرآن عليه إذن لي مستند عام أو عندما قلت أن الفرج مثلا معناها الولاية أو ما ما تدبرت في القرآن الكريم هكذا يقول بعض تفكرت في القرآن الكريم التفكر حسب معجم الفروق اللغوية وغيره في حالتين وحسب تتبعي للآيات القرآنية الكريمة في حالتين أخرين أيضا أربع موارد للتفكر ولا غير ظاهر أن ذلك أفيدونه لكن على أي تقدير ما تشبل مثل ما رفضناه في هذا البحث التفكر على حسب معجم الفروق اللغوية ومجموعة من كبار اللغويين من شيعة وعامة التفكر في القرآن الكريم يستخدم فيما لو أريد به استكشاف الدلائل يعني تفكر فيه كي تستكشف دلائله إما أدلته أو دلالاته من الطرفين يعني من الطرف العلة أو طرف المعلوم وهذا واحد أثنيا التفكر إنما يستعمل فيما لو أريد به المشاهدات فلنقرأ عبارة أبي هلال العسكري وبعدين ننظيف إضافاتنا في الفروق اللغوية ففي المشاهدات والآيات الكونية يستخدم التفكر يقول التدبر تصرف القلب بالنظر في عواقب الأمور هذا بعدين رح نبحثه أنا أقول كلام مطلل حوله والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل هذا ويته القصيدة الآن هنا التفكر يعني شون ما يقول تصرف القلب والفكر حركة من المبادئ ومن مبادئ إلى المراد الفكر يتحرك مثل ما اليد تتحرك الفكر أيضا يتحرك يتحرك من المقدمات إلى النتائج عبر القياس من الشكل الأول أو الشكل الثاني أو عكس النقيضة أو غير ذلك والتفكر والتصرف القلب يراد بالقلب الفكر يراد به العقل هنا بالنظر في الدلائل واحد اثنيا التفكر وهذا تعريف آخر أظهر في النظر في الآيات الكونية الواقعة والمشاهدة أما التدبر فأظهر في النظر في الآيات القرآنية التدبر عندما يستخدم القرآن الكريم حسب تحقيق هؤلاء فإن التدبر يراد به التدبر في القرآن يعني الكتاب التدويني أما التفكر فيراد به التفكر في الكتاب التكويني هذا حسب الاستعمال القرآني حسب تفكير العبد الفقير وتتبع الآيات الشريفة طبعا من ننفي هذين الاثنين نضيف أن التفكر يستخدم في المستقلات العقلية واحد ويصير ثالثا مو تتفكر في البطون أصماق مجال للتفكر في البطون ولو فرض له مجال فله ظابط اللي هذا بعدين رح يجي مضى بعضه وسيأتي بعضه التفكر في المستقلات العقلية واحد اثنيا التفكر في المواعظ والحكم الأخلاقية ولا غير لا غير بالقياس إلى الأكثر يعني لاحظوا على الآيات الشريفة وسخر حوالي 19 آيات في التفكر كلها استقرأناها فوجدنا كما قلنا أما من هذا القبيل أو من ذاك القبيل ومن ذاك القبيل بين المعاني وسخر لكم ما في الصموة ما في الأرض جميعا منح أن في ذلك يعني في هذا التسخير أنه سخر لنا الكون أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إذن التفكر في ون هنا التفكر في التكوينيات حسب باقي التفسير السابق حسب بياني أن التفكر في أمر مستقل عقلي عندما نرى أن هذا الكون على عظمته من حركة الشمس الحركة الشمس تولد المحاصيل الزراعية المحاصيل الزراعية التي نعتمد عليها في حياتنا الشمس سخرت لنا القمر يعتمد عليها المدوى الجزر الحياة نقولها معتمدة على هذه التحركات الكونية اليوم والليل ينبثغ من شو من الحركة الوضعية للأرض السنة تنبثغ من الحركة الانتقالية لها هذه كلها قاعد تخدمنا الليل ينفعنا النهار ينفعنا حياة تتوقف على هذه المنظومة بعد الشمس عندنا بتقريبا 150 مليون كيلومتر هذا منظم الحرارة والبرودة فلو اقتربت أكثر لحترقنا ولو ابتعدت أكثر لتجمدنا من البرد إذن السخ هذا كله يدل على أنه هناك صانعا حكيما إذن البحث عن الدلائل البحث عن أمر مستقل عقلي أن هذا الأثر يدل على ذلك المؤثر لأن الفعل المتقن يدل على أن صانعه قادر حكيم عليم هل ثلاثة يدل على أنه قادر عالم حكيم لأنه وضع الأشياء ما وضعها إذن التفكر في مثل هذا المواطن يستخدم في مواطن الدلائل وليس في البطون في مواطن المستقلات العقلية وهذا في المستقلات العقلية أن الأثر يدل على المؤثر وكيفية الأثر تدل على كيفية المؤثر يقول في آية أخرى وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله وتلك الأمثال نضربها للناس ليش لعلهم يتفكرون في مقام الموعظة وفي مقام المستقل العقلي والبحث البحث عن مستقل عقلي البحث عن موعظة ولا غير ذلك ما أكرر أستبطان هنا وندخل في بطون أريد أن نفسر هذا البطن بذلك البطن لاحظوا بعض الآيات القرآنية الكريمة الأخرى يقول تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هي الآية الشريفة أولها ولو شئنا لا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون المقام مقام الموعظة مستكشاف البطون هذا مثله يعني إياك أن تكون هذا البعيد وأي واحد منه أن يكون مثله فالمقام مقام الموعظة أي آية ورد في القرآن الكريم فيها مفردة التفكر فإما الحديث عن موعظة وإما الحديث عن مستقل عقلي الذي تريد تستكشف يعني منبه في الواقع منبه للمستقل للعقل المستقل للعقل لا يحتوي إلى استدلال منبه له منبه على أن الظلم قبيح أو حسب تعبير ذلك العلم الذي ذكرناه أنه يتكلم عن الكونيات ليعود للمستقلات العقلية يعني المستقلات العقلية في موطن الكونيات أو التكوينيات الآية الأخرى أيضا مثل إنها مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى أن يقول كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إذن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مشهد تكويني ويتكلم عن تمثيل فينقلك من مستقل عقلين إلى موعظة فشوفوا الآية إنها مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا نعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها كلها موعظة وكلها مستقلات عقلية وظن أو بعضها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكر وفكر في هذا اللي أقول لك هذا اللي قاله لنا تعالى ما هو سلسلة من الأمور المستقلات العقلية من المشاهدات التكوينية ومن الموعظة التي تفدي ذلك موقع بيبحث أن استقشفت بطن آخر لا يدل عليه اللفظ وكذلك آيات أخرى كثيرة أيضا في الأمثال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها لأنهار وله ذرية ضعفاء فأصابها أعصار إلى آخر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سرعظة لك أنه كان له كل شيء فأعرض عن نعم الله ففقد كل شيء نار فيها أعصار أصابته فاحترقت فأبناء شنو صاروا صاروا يتاموا مساقين وفقراء يتاموا وفقراء فإياكم أن تكونوا مثلا وتكفروا بنعم الله فالآيات الشريفة كلها أما في مقام الموعظة أو في مقام التنبيح على مستقل عقلي أو ما أشبه ذلك مما مضى إذن أتفكروا دائرته محدودة بالمستقلات العقلية أي من الآية ننتقل إلى هذا المستقل العقل أي منبهة لنا فكر في هذا المنبه وإما في دائرة موعظة أو ما أشبه ذلك وليس التفكر من مجالاته البطون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الظاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر